هذه أول صورة لثقب أسود عملاق يقع في قلب مجرتنا يشبه العلماء هذا الثقب بأنه وحش كوني مرعب يبتلع كل شيء يصادفه بشكل هائل تخيل معي مجرة فيها أكثر من 200 ألف مليون نجم وفيها ملايين من هذه الوحوش الكونية هذا ما سوف يحدث إذا اقترب ثقب أسود من الأرض فإنه يبتلع هذه الأرض بصورة مرعبة جدا سوف نتأمل اليوم هذا الاكتشاف العلمي ونتأمل كيف تحدث القرآن عنه بدقة مذهلة تشهد على أنه كلام الله تبارك وتعالى حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة كل يوم هناك اكتشافات علمية ولكن الغريب والمبهر حقا الذي يحير العقل أننا نجد أن القرآن العظيم أنبأ عن هذه الاكتشافات بصورة رائعة جدا واختصر لنا كل هذا الاكتشاف بكلمات قليلة جدا كما سنرى بعد قليل قبل أيام فقط نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وغيرها من مواقع علمية مهتمة بعلوم الفضاء هذا الاكتشاف العلمي عبارة عن صورة للثقب الأسود قد يتساءل للبعض كيف أمكن رؤية الثقب الأسود مع علم أنه لا يسمح للضوء بالخروج منه هذه الصورة أحبة في الله مأخوذة بواسطة المجالات المغناطيسية القوية جدا الموجودة حول الثقب الأسود بالفعل لا يصدر أي ضوء منه ولكن اكتشف حديثا أن الثقب الأسود يطلق مجالات مغناطيسية هائلة جدا تفوق التصور وتفوق الخيال طبعا هذا الثقب الأسود أحبة في الله سمي بالثقب الأسود قبل عشرات السنين ولكن سوف نكتشف اليوم أن هذه التسمية خاطئة أيضا وتخالف الواقع الذي يؤكده العلماء اليوم حيث أن هذه المخلوقات ثقيلة جدا جدا لدرجة أنها لا تسمح لشيء أن ينفلت منها حتى الضوء تصور عزيز المشاهد الضوء لا يسمح له بمغادرتها من شدة الجاذبية الناتجة عن الكتلة الهائلة هذا الثقب الأسود كتلته أكبر من الشمس بأربع ملايين مرة تخيل الشمس كم هي عظيمة التي تشكل تسعة وتسعين بالمئة من المجموعة الشمسية فقط الشمس لوحدها وكل الكواكب التي تدور حولها أقل من واحد بالمئة هذه الشمس تعتبر نقطة أمام هذا الثقب الأسود العملاق لذلك هنا العلماء يطلقون عليه وحش كوني لأنه يجذب أي شيء يبتلع أي شيء يبتلع النجوم يبتلع الدخان الكون يبتلع السحب غبارية أي شيء يصادفه أو يقترب منه يبتلعه بكل بساطة طبعا هنا أحبتي في الله هذه الصورة لأول فقب أسود تحدثنا عنه في عام 2019 حيث التقط العلماء هذه الصورة وكان هذا الثقب يبعد عنه بحدود 55 مليون سنة ضوئية على بعد 55 مليون سنة ضوئية يعني الضوء يحتاج ل55 مليون سنة حتى وصلنا من هذا الثقب بينما هذا الثقب الجديد قريب جدا يقع في مركز مجرتنا ويبعد كما يقول العلماء بحدود 27 ألف سنة ضوئية تخيل معي للحظة لكي تدرك عظمة هذا الكون وتدرك من وراء ذلك عظمة الصانع عز وجل هذا الثقب الأسود أخي الحبيب لو فرضنا أن هناك إشارة انطلقت منه اليوم لن تصل إلى الأرض إلا بعد 27 ألف سنة يعني زمن كبير جدا ولكن 27 ألف سنة هذه في عمر الكون لا شيء العمر الكون بحدود يعني أقل بقليل من 14 مليار سنة عمر الكون تخيل معي أن الكون في كل ثانية الضوء عفوا في كل ثانية يقطع 300 ألف كيلو متر تخيل في دقيقة 60 ثانية كم يقطع أضرب 300 ألف كيلو متر ضرب 60 تخيل في سنة كم يقطع أضرب بـ 60 بـ 24 ساعة بـ 365 حتى تحصل على رقم بحدود 10 تريليون كيلو متر هذا يقطعه الضوء في سنة تخيل 27 ألف سنة وتخيل هنا هذا الثقب الذي يبعد عننا 55 مليون سنة ضوئية لذلك هنا قبل أن أكمل لابد أن أتذكر معكم أحبة في الله الآية الكريمة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون هذا الثقب الأسود أحبة في الله يقع كما يقول العلماء في مركز مجرتنا هذه المجرة تخيلوا معي أن فيها أكثر من 200 ألف مليون نجم يعني كل نقطة هنا عبارة عن نجم كل نقطة هنا نقطة الصغيرة التي لا تكاترها هي نجم والنجم هذا يمكن أن يكون بحجم شمسنا وأكبر أو أصغر منها تخيل كيف تلتف وتدور هذه النجوم حول المركز هنا المركز هنا فيه كثافة هائلة من النجوم لذلك الضوء هنا يظهر مشاع جدا وهنا يوجد هذا الثقب الأسود الذي سماه العلماء الثقب الأسود معلم أن هذه التسمية تبين أنها غير صحيحة لأنه أولا الثقب الأسود ليس له لون فهو ليس أسود وبما أنه لا يرى أيضا من الخطأ أن تقول عنه أسود وبما أن كتلته كبيرة جدا من الخطأ أن تسميه ثقب لماذا نسمي؟ الثقب يعني الفراغ لا شيء يعني يعني ثقوب كونية يعني فراغات كونية وهذا خطأ سنكتشف بعد قليل أن القرآن هو الذي أعطانا التسمية الدقيقة وبأقل عدد من الكلمات ولكن قبل ذلك أحبتي في الله دعوني أخذ هذه المعلومات طبعا كتلة الثقب الأسود أربع مليون كتلة الشمس وطبعا هنا بعده عننا بحدود 27 ألف سنة ضوئية عندما نقول سنة ضوئية يعني هي مسافة وليست زمن فقط لكي يعني الأحبة يميزوا معي أن السنة الضوئية عندما نقول سنة ضوئية يعني 10 تريليون كيلومتر أو 10 مليون مليون كيلومتر أضرب 27 ألف يعني 27 ألف ضرب 10 تريليون يعني 270 ألف تريليون كيلومتر انظر هذه المسافات نحن الشمس تبعد عن الأرض فقط 150 مليون كيلومتر لا شيء يعني يعني لا شيء بالنسبة للمسافات الكونية هنا طبعا صورة مقارنة بين أول ثقب أسود تم التقاطه التقاط الصورة لهو بين الثقب الأسود الجديد ويتبين لنا أيها الأحبة أن هذه المخلوقات موجودة بكثرة في الكون يوجد منها ملايين وربما مليارات ولكن بسبب صعوبة اكتشافها يعني تبقى عملية التقاط الصور لهذه الثقوب عملية يعني محدودة جدا بسبب أن الإمكانيات البشر محدودة طيب ماذا يحدث إذا اقترب ثقب أسود من الأرض أول شيء هذه هي أرضنا صورة تخيلية هذه هذا رسم تخيلي قبل أن يبتلعها سوف ترتفع درجة الحرارة كثيرا وتتمزق وتتفتت إلى ما يشبه قطع الحجارة الصغيرة ثم تدخل في هذا الثقب بلا عودة لذلك لأن هذا الثقب يجذب يسمونه أحيانا مكانس كونية يشفط يجذب يبتلع يعني يكنس يكنس الكون يكنس ينظف مقابر كونية أيضا بعض العلماء يسميها مقابر كونية إذن هذا الثقب أولا لا يرى تمام تاني شيء قوة جاذبية هائلة يجذب كل شيء يبتلع يكنس والشيء الثالث أن هذه الأجسام تتحرك بسرعة في الكون ليست ثابتة فهو يدور حول مركز المجارة بسرعة وصعودا وهبوطا يعني حركة الثقب الأسود ليست مستوية هكذا بل هي متعرجة أو على شكل جريانية مثل جريان الماء هكذا مثل جريان الماء صعود وهبوط وتقدم للأمام إذن الصفات الثلاثة التي تميز الثقب الأسود أخي الحبيب أنه أولا لا يرى وأنه يجذب كل شيء يصادف في طريقه يكنس والشيء الثالث أنه يجري جريانا وليس يدور دورانا هذا اكتشاف حديث أن النجوم في المجرة لا تسير بحركة مستوية هكذا ولكن صعودا وهبوطا بما فيها الشمس شمسنا لا تتحرك على مسار دائر لا صعودا وهبوطا كجريان الخيل كجريان الإنسان يصعد ويهبط جريان الموج إذن هذه المخلوقات تجري القرآن عبر لنا بثلاث كلمات فقط اختصر لنا هذا الاكتشاف العلمي بثلاث كلمات الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التكوير فلا أقسم بالخنس خنس يعني خنسة الوسواس الخنس الذي لا يرى خنسة يعني اختفى غاب استتر هذا معنى خنسة خنس يعني لا ترى فلا أقسم بالخنس أي التي لا ترى الجواري جواري من يجري الكنس التي تشفط لاحظ يعني بالفعل ثلاث كلمات فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس ثلاث كلمات متتابعة ولكن كل كلمة لها دلالة فيزيائية هنا الخنس لا ترى بسبب قوة الجاذبية وأنها لا تسمح للضوء بمغادرتها أنا كيف أنظر أو كيف أرى مثلا هذا أراه عندما يأتي شعاع ضوئي وينعكس إلى العين ولكن إذا كان هذا ثقب أسود وجاء شعاع ضوء سيبتلعه لن يسمح له بالمغادرة فلا تصدر عنه أي أشعة ضوئية وبالتالي لا يرى لاحظت أخي الحبيب فهنا الخنس الذي لا يرى الجواري أشار إلى الحركة الهندسية طبيعة حركة هذه النجوم لاحظ الدقة في القرآن يعني كل كلمة لها كما قلت دلالات فيزيائية الجواري من جرى يجري جريان الماء جريان الخيل أي شيء يجري لا بد أن يتقدم ويصعد ويهبط هكذا مثل جريان موج البحر هكذا هذه هي الحركة الحقيقية للثقوب السوداء أنها تجري الكنس من كنسة كنسة نحن نسمي المكنسة الكهربائية مثلا لأنها تشفط الغبر فكنسة يعني جذب بقوة وهذا بالضبط ما يحدث بالله عليكم يعني يعني أنا عندما أفكر بمثل هذه الاكتشافات العلمية وأجد أن القرآن اختصر لي هذه الخصائص والصفات والميزات وكلها مفاهيم فيزيائية حديثة أحبتي في الله قبل مئة سنة لم يكن أحد يعرف شيئا عن هذه الأمور هذه كلها حديثة في أواخر القرن العشرين واليوم في القرن الحادي والعشرين عندما أجد كتابا أنزل قبل أربعة عشر قرنا يلخص لي هذه المفاهيم الفيزيائية الدقيقة التي استغرقت عشرات السنين لاكتشافها ومليارات تنفق في سبيل اكتشاف هذه المعلومات عندما يأتي كتاب يصف لي أو يختصر لي هذه الخصائص بثلاث كلمات وكل كلمة لها دلالات قوية جدا ودقيقة جدا بالله عليكم هل أستطيع أن أقول هذا كلام بشر؟ هل أستطيع أن أقول هذا كلام جاء به محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يعيش في صحراء في الجزيرة العربية ثقافة القرن السابع الميلادي أحبة في الله كان لديهم تصورات غريبة عن الكون يعني عندما تنكس في الشمس كانوا يعتقدون أن هناك زعيما قد مات عندما يحدث البرق يقولون هناك إله للبرق اسمه زيوس في الحضارة اليونانية يصعق معه عصى يصعق بأهدى والبرق وهكذا كانت تفسيرات مضحكة بالنسبة لنا اليوم هذه الثقافة القرن السابع الميلادي حيث بعث هذا النبي الكريم الذي جاء ليعلمنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يعلمهم بالفعل هذا النبي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم وبالتالي أنا لا أستطيع أن أنظر لهذه الآية فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس لا أستطيع أن أنظر لها إلا على أنها معجزة حقيقية تتجلى اليوم أمامنا في القرن الحادي والعشرين لتشهد أن هذا القرآن هو كلام الله الحق تبارك وتعالى الذي قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق